احنا كده بنتحسس الطريق و احنا بنتكلم عن حاجة هي الحقيقة احنا بنتكلم عنها طول اليوم كل يوم كل يوم واحد فينا على الاقل في اي جلسة بتكلم عن الغلاء و عن الاسعار و عن اللي مش قادرين نجيبه و اللي مش عارفين نجيبه و اللي بنحاول نجيبه دي حاجة طبعي لكن نفضل نقول كده طول الوقت لكن لما نيجي عند الجواز تلاقي انه الزواج وهو المنظومة اللي انت عاوز تأسسها مجتمعك عايز يحافظ عليها كلنا مصعبين على نفسنا الحكاية بشكل قاسي جدا يمكن الظروف الاقتصادية تبقى تحدي جديد علينا ويمكن التغيرات في الاسعار تبقى تحدي جديد علينا بعض الناس هتشوف انه هيصعب عليهم الحكاية وبعض الناس هتكسر الدائرة وتقول انه الظروف الاقتصادية لازم تغير المنظومة دي كلها وتحديدا منظومة تكاليف الزواج احنا نعرض بقى نحكي في التفاصيل احنا متشرفين انه معانا دكتور حسام صالح استشاري العلاقات الاسرية مساء الخير عليك يا دكتور مساء النور عليك وعليكم جميع والكاتبة الصحفية الاستاذة هناء عبد الفتاح اهلا بيك يا استاذ هناء اهلا بيك هبتدي بقى يعني هبتدي مع استاذ هناء على طول بتشوفي انه الزواج اصعب محطة في الاختيار ولا القدرة المالية ولا القدرة النفسية من واقع خبرتك كده لا الاختيار طبعا دي هي مش محطة عشان هي قبل اي حاجة المحطات اللي بعد كده هي اللي كلها صعوبة لغير الاختيار ده ده لو ما فيش اختيار مش هنكمل بقية المحطات يعني فهي سلسلة من المعاناة عشان احنا منصعبها على نفسنا جدا يا عيب بنت خلتي جابت كذا لا انا لازم اجيب كذا وبنت عمتي يا لا وانا الناس تاكل وشينة لو ما جبناش خمسين حلة وستين بطانية وحاجات زي كده فبنصعبها قوي 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 وممكن ندين ونستلف ونمدي وصولات امنة ونتحبس في الاخر وبعدين ندخل البيت نكتشف ان احنا اهتمنا بالحلل والبطاطين والمعالي والكبات وما اهتمناش بدراسة الشخصية نفسها مركزناش في الحاجات الاهم وبعدين نكتشف ان ايه ده اللي احنا عملناه لا ده غلط وبعدين بقى معاناة تانية سلسلة معاناة تانية في الانفصال وفي محكمة الاسرة فهي سلسلة من المعاناة لان احنا اصلا مبنبقاش محددين اولوياتنا صح مبنبقاش عارفين ايه الاهم فالمهم كده بنحط حاجات مكان حاجات مش صح مش صح فكرة ان انا بقى مركزة على ان انا ازنق نفسي واجيب حاجات انا في غينة عنها وانا مش محتاجها وامشي وراء موروسات لمجرد ان كل الناس بتعمل كده دلوقتي فكرة انك ترشد وتعرف تجيب بس اللي انت محتاجه ما بقيتش اختيارية وما بقيتش رفاهية ده بقيت مجبر عليها لان الاسعار اتضربت تريبل في كل حاجة فانت مش مجبر عندكش رفاهية انك تجيب اللي انت عاوزه انت عندك بس انك تجيب اللي محتاجه بالزبط اشتركوا في القناة